تمام. دلوقتي بقى وصلنا لمرحلة الاضاءة والماتيريال. اول حاجة هنتكلم عنها هي الماتيريال. لو معك ماتيريال الابجيكت معينة. ازاي تضيفها على الموديل ده. وفي مواقع كتير تقدر تنزل من عليها ماتيريالز زي بولي هيفين وبولي جون. بعد كده هنفتح بلندر وهنضيف سري دي موديل بتاعنا. وهنا هتقدر تشوف قد ايه بلندر ممتع فعلا. بلندر هيخليك تقدر تعمل اي ماتيريال من صورة واحدة بس. تعالوا نشوف واحدة واحدة هنعمل ايه? اول حاجة هنعلم على الابجيكت اللي عايزين ندفلها الماتيريال. وبعد كده اول حاجة عندنا وهي البيس كولر. وده اكتر حاجة مستخدمة في النوت سيستيم وهتحتاجه كتير. وده بيكون اللون الاساسي للموديل. عايزه يكون ايه? حاجة زي كده عسلا هو دلوقتي ابيض. انا عايزه مثلا احمر عايزه ازرق براحتك. بعد كده عندنا نغير في الاتنين دول لو عايزين نباين كأنه زي حديد او حاجة بتلمع. نخليه مثلا احمر. هو دلوقتي كده عادي شوية. لو خليناها مثلا متالك. هيبان اهو. وقليلنا الرفنس مثلا. هيبان اهو كل اللي حواليه. هيبان كأنه حديد شوية. تعالى بها دلوقتي نضيف الماتيريال. الاصلية بتاعت المودر. اول حاجة عندنا. هي البيس كولر. ده اهو هنوصله بالبيس كولر. وبعد كده. عندنا المتال. المتال ده بيبقى خاص بالمتالك. انا هنا كررتها دست علمت عليها ودست شفتي دي. بيكررها. بعد المتالك. هنضيف الرفنس. انا عن نفسي دايما الرفنس. بخليه نان كولر. وبعد كده هدوس على شفتي ايه. وهكتب كولر رامب. وهضيفه هنا. علشان نقدر اتحكم في الرفنس عايزة هتبقى تقيلة ولا عايزة تبقى خفيفة على الموديل بتاعي. يعني كده مسلا. انت بقى براحتك تتحكم زي ما انت معايز. لحد ما تبقى مناسبة بالنسبة لك انت. بعد كده هنضيف النورمل. فيه هنا انا بعملها مع النورمل. وصل النورمل في الكولر. مكان نورمل في النورمل. التركابة اللي انا بعملها بتبين لي تفاصيل اكتر. يعني انت هنا ممكن تشوف التفاصيل بانت شوية. لما تزود هنا هتبان. على حسب بقى كل ما تزود. بس ساعات بيبوز الشكل بتاعه. انا عن نفسي بقى ساعات. ودوش شفتي ايه? وبعد كده. وبعد كده. وبعد كده بجيب الرفنس. اوصلها بالهايت. ودوش شفتي ايه? وكولر رامب تاني. وضيفه هنا. ده هنا بيضيف لي تفاصيل اكتر. بس هقلل بتاعه. بس هنا مش هتلاقي حلوة شوية لان دي اه تو كي. فانت كلما تبقى عايز تباين تفاصيل اكتر. وتبقى تباين ان هي وقعية اكتر. استخدم يعني تكون ممكن تشوف الفرق اهو لما شيل البومب. كده عدد احنا خلصنا الماتيريال. بعد كده بقى نيجي الاهم حاجة في الماتيريال. لو انت ساعات مثلا ضفت ماتيريال ولقيتها مش مظبوطة معاك. هتروح على و هتعلم على بتاعك. لو الماتيريال مثلا مش مظبوطة. هتدوس على وهتروح على دي بتوريك او بتخليك متأكد ان الماتيريال مظبوطة على الموديل بتاعك. بتحول لك الموديل بتاعك لتو دي. علشان تقدر تتحكم فيها براحتك. يعني انا دلوقتي ما ادست هنا علشان اشوف وعلمت على كل دول دست على ايه? وحركت الماتيريال اللي تفضل تتغير. لو كبرت مسلا زي ما انت شايف اهو هتلاقي الحاجات عمالة تتغير. فهي بتبقى مظبوطة لحد ما انت ما تزبط اليو في براحتك. كده احنا يعتبر عرفنا الحاجات الاساسية اللي احنا محتاجينها في الماتيريال لو انت عدد تديف اي حاجة بعد كده تدوس على شفت ايه? تكتب اي حاجة انت عايز تدفها. وفي حاجات لسه مع الوقت هنعرفها سوا. بعد لما حطينا الماتيريال دلوقتي نيجي الاهم حاجة وهي الاضاءة. الاضاءة اهم حاجة في بلندر ممكن تخلي شغلك في حتة تانية تماما. واكيد في فيديو واحد مش عارف اشرح بالتفصيل كل حاجة. علشان كده واحدة واحدة هنعرف كل حاجة سوا. هتكلم على اربع حاجات في الاضاءة وهما البوينت والسن والسبوت والاريا. البوينت دي بتنور كرة اللي حواليها من نقطة واحدة. والسن دي بتعمل فيك يعني مش حقيقي بس بيبقى حلو قوي للمشاهد اللي هي الاوت دور وكده. ودي عندنا ودي بيتنور جزء معين زي الفلاش مسلا اللي بيبقى في المسدسات او في الموبايل او كده. وفي عندنا دي بيتنور اضاءة صفت وخفيفة عن طريق مربع وممكن نخليها دايرة عادي جدا. دلوقتي انت حاول تحط اي اضاءة من دول. وتغير فيهم لحد لما تحس ان الشكل مصبوط. دلوقتي بعد لما انت استقريت على اضاءة معينة نجي الوقت بقى ان احنا نغير في تحت الاضاءة دي. اول حاجة هنحط اريا لايت. نطلح فوق كده. اول حاجة عندنا وهي الباور ودي بيتحكم في قوة الاضاءة اللي انت حاطتها. عايزها تبقى ازاي. وبعد كده عندنا الكلور. عايز تخلي بقى لونها احمر لنها ازرق اي حاجة انت عايزها. وبعد كده عندنا السايز. ونصيحة. كل ما السايز كبر. كل لما الشادز اللي هنا بقى شكلها واقع شوية. يعني مش هتزهقك في الرندر. مش هتحس مسلا ان في نويز هنا عمالي يظهر زي الزاهر دا دلوقتي. يعني بص كده لما صغر. دي مسلا هتبقى ريخ ما اوي في الرندر. الحاجات البيضة دي هتزهقك. كل ما اتكبر كل ما الحاجات بقت صوفت اكتر. والشادو هيبانى ان هو حقيقي اكتر. كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. وفيديو بكرة هقولك ازاي تعمل اضاءة للانفيرومنت ازا كنت انت عامل معينة. والرندر سيتنجز اللي انا شخصيا بستخدمها ودي اكتر حاجة بصراحة يعني اكتر سيتنجز مريحاني في الرندر. وبس يا رب الفيديو يكون عجبك. ويا رب تكون استفدت من الفيديو. واستنى فيديو بكرة.